التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت الهيئة العامة للاستعلامات كافة للدعاءات التي جاءت في مقال نشره موقع CNN الإخباري الأمريكي بعنوان مصر تغير شروط صفقة وقف اطلاق النار في قطاع غزة وقد صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ديارشوان بأن المقال الذي نشره الموقع الأمريكي هو في حقيقته محضة دعاءات خالية من آية معلومات أو حقائق ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بالدعاءات مخالفة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة كلها وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي وفي ذات السياق طالب مصدر رفيع المستوى إسرائيل بمراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز خمسمائة شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع وشدد المصدر على أن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا وعضف المصدر أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان قطاع غزة بالدخول لأراضيها يؤكد نوايا ومخططة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع وجدد المصدر رفض مصر بشكل قاطع كافة المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع إلى سيناء وأكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مصر بأنها شريك مهم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وخلال جالسة استماع بالكونغرس الأمريكي أكد بلينكين على الدور المصري في إصال المساعدات إلى القطاع شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وقد أوضحت مصادر فلسطينية سقوط 16 شهيدا ومصابين في قصف إسرائيلي على مسجد فاطمة الزهراء والذي يؤوي نازحين بحي الدرج الواقع وسط مدينة غزة كما أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على عدة مناطق وسط مدينة رفح وهو ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين هدد وزير المالية الإسرائيلية بيتسل إيل سموتريتش هدد مجددا بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوى قضائية محتملة وذلك ضمن خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على القرار التي اتخذته دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن دبلين وأصل ومدريد قد اتخذوا خطوات متسرعة وسيكون لها عواقب وخيمة وشدد على أن تل أبيب لن تقف صامتة إزاء هذه الخطوات تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود وأوضح حزب الله أنه هاجم بمسيرات انقضاضية مرابض مدفعية الكتيبة 403 الإسرائيلية الوقعة جنوب بيت هليل وأشر إلى أنه أصاب كافة الأهداف بدقة وأكد الحزب أنه استهدف للصواريخ موقع السماقة الإسرائيلي الواقع في تلال كفر شوبا اللبناني المحتلة ومن جهته أعلن الاحتلال سهدفه لمواقع تابعة لحزب الله داخل العمق اللبناني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون أن قوات الحوثي تستخدم أسلحة يمكن أن يصل مداها إلى البحر الأبيض المتوسط وأوضح مصدر مسؤول في البينتاجون أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من أن قوات الحوثي لديها القدرة على توسيع نطاق الضربات على الشحن خارج منطقة البحر الأحمر وخليج عدن إلى البحر الأبيض المتوسط وأضاف المصدر أن قوات الحوثي لديها أسلحة متطورة وأن نشرها للصواريخ الباليستية المضادة للسفن هو أمر غير مسبوق بالإضافة أيضا إلى استخدامها طائرات بدون طيار في هجماتها أعلن الجيش التايواني حجد قواته مشددا على قدرته على حماية الجزيرة وذلك على خلفية بدء الصين تدريبات أسمتها بالعقابية والتي تستمر يومين حول مجموعات من الجزر التي تسيطر عليها تايوان من جانبها أعربت الرئاسة التايوانية عن أسفها من أن تباشر الصين مناورة عسكرية حول الجزيرة وذلك بعد أيام على تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينغ تي نهاية موجز الأنباء عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرة صباح الخير مصر